بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الترغيب في صيام بعض الأيام لما لها من فضل وثواب عظيم ومن أشهر هذه الأيام يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة التالية أو كما قال صلى الله عليه وسلم السنة التي قبلها والسنة التي بعدها فهذا يوم عظيم حبب النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في صيامه وهذا اليوم يوم عرفة قد يوافق أياما كيوم الجمعة إيش لما سيحدث غدا فالبعض يسأل ويتحرج ورد في حديث أخر أنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام فهل يا ترى تنطبق هذه القاعدة على يوم عرفة أم أن هناك استثناء الحقيقة أن إفراد يوم الجمعة بالصيام منهي عن أو فيه كراهية إذا لم يوافق عادة إذا لم يكن هناك ما يستوجب صيامه من سبب آخر مختلف ونص الحديث كده نبي عليه الصلاة والسلام علمنا لا تختص ليلة الجمعة بقيام دون بق ليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام دون بقية الأيام إلا أن يوافق صوما كان الشخص يصومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعليه فإننا إذا صمنا غدا الجمعة نحن لا نصومه لكونه يوم جمعة وإنما نصومه لكونه يوم عرفة ورد الحث والترغيب والحض على صيامه فليس هناك أدنى حرج ليس هناك أدنى حرج طالما وجد سبب يقتضي صيام هذا اليوم وإن وافق يوم جمعة وقص على هذا أحوالا نحن نفعلها أنا إذا توضأت من السنة أن أؤدي ركعتين سنة الأضوء إذا دخلت المسجد من السنة أن أؤدي تحية المسجد فلو صليت تحية المسجد أو سنة الأضوء في وقت الكراهية فلا شيء في هذا لأن هناك سببا يقتضي هذا شيء آخر ربنا سبحانه وتعالى في صيام المتمتع قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم صيام ثلاثة أيام في الحج يستحب أن تكون قبل يوم عرفة لكن نفترض أن الحج رفع يعني وصل ولم يدرك صيام الأيام الثلاثة التي عليه في الحج هنا له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة تاني يوم وتالت يوم وربع يوم العيد مع أنه هناك ناهي ويحرم صيام هذه الأيام على أي إنسان لكن هنا سبب اقتضى صيامها وبالتالي لا حرج على الحاج إذا لم يدرك صيام الأيام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق الخلاصة أن هناك حديثا يقول إلا صوما كان يصومه فلا واحد يصوم يوم يوم واحد يصوم تلاتتاشر بعد تلاتتاشر خمستاشر واحد يصوم أول الشهر أو عليه قضاء من رمضان أو ما إلى ذلك ليس هناك أي حرج أن يكون اليوم الذي يصومه موافقا ليوم الجمعة فعلينا إذن أن نحرص على صيام هذا اليوم وأن ندعو الآخرين إليه وإن لم يصوم الإنسان يوم الخميس قبل هذا اليوم فليس هناك أدنى حرج في إفراد يوم الجمعة بالصيام لكونه وافق يوم عرفة نسأل الله تبارك تعالى أن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير واليوم والبركة وأن يتقبل منه ومنكم الصيام والقيام وأن يرزقنا إياكم حج بيته الحرام وزيارة مسجد نبيه محمد سيد الأنام وصال الله وصالح مبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى أليه وصحبه سلم وكذلكم الله وعنا خيرا جيداً لنصف منه